صباح الجمعة شنو اللي حدث وجقد الآن الضحايا يعني قالوا قسم يقولون عشرين قسم يقولون واحد وعشرين وجقد أعداد الضحايا أخي العزيز بالنسبة للضحايا عشرين نعم أولا أطفال ونساء وشباب اللي موجدين ووالدهم معنا الأب والشباب والحفيد حتى الحفيد هذا اللي عمره 15 يوم منه 15 إلى 18 حسب ما الأشخاص اللي ممدلهم عندما حتى عائلة النقيب الذي وشابهن نعم نعم عائلته أخته اللي موجودة بالبيئة هم انتهت هي أولادها وأخواتهم جاية يومهم بايتين يومهم طلعت عتهم عجوزة لأمهم الكبيرة الحجية هاي رايحة يوم أخوها الثاني وخلصت من الموت خلصت من هذا الإجرام واليوم احنا طبعا وزير الداخلية الرجل هو شاف بعينه و هي حشتلة حشتلة بأنه هي ما كانت بالبيئة كانت يومع بينها الثاني وحصل ما حصل على هذه العائلة هاي المجزرة وهذا الدمار و احنا اليوم عندما كنا نتخوف من الإرهاب و نتخوف من داعش و نتخوف من القتل اللي حصل و اليوم الانجزة الأمنية بهذه الطريقة تختحم هذه البيوت و تقتل هذه العائلة و هذا العمل الإجرامي و هذا العمل مرفوض و هذا العمل ليس و انما مزر مزر بحق هذه العائلة فاليوم يجب على الحكومة واني نعم يجب الاعادة في كل نظرها في الاجهزة الأمنية